خاصة بتسير طوارئ نشرتها اليومية حول الخسائر التي تسببت الأمطار في المنشآة العمومية ففي مركز العوينات التابع لمقاطعة جيغاني بأولاة الحوض الشرقي سجلت اللجنة سقوط فصل من مدرسة قرية الكيل التابعة أو الكيل أسفر سقوط هذه المدرسة عن نفوق خمسين رأسا من الماعز كانت تختبئ داخله كما سجلت سقوط منزل في قرية أم القدور أسفر عن نفوق خمس عشرة رأسا من الماعز كانت تختبئ داخل المنزل للإضافة إلى سقوط خزان مائي بالقرية وتضرر ما يزيد على مئة مسكن ما بين أكواخ وأعرش وبيوت طينية في قرى الكيل وبوغادوم والدفعة وأم القدور وفي بلدية إفرني أدت الأمطار إلى إتلاف 32 لوحة من الواحي طاقة الشمسية الخاصة بخزان المياه ما أدى إلى انقطاع خدمة الماء عن القرية وكتمت معاينة الأضرار من قبل السلطات الإدارية وفي بلدية عينفاربا تابعة لمقاطعة